أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مشروع تصميم الخمسين عاما القادمة لدولة الإمارات الذي يستهدف إشراك أفراد المجتمع في رسم مستقبل دولة الإمارات ووضع محاور ومكونات خطة مئوية الإمارات الخطة التنموية الشاملة للإمارات خلال الخمسين عاما المقبلة وذلك ضمن أجندة عام الاستعداد للخمسين والذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في بداية عام 2020 ويهدف مشروع تصميم الخمسين عاما القادمة لدولة الإمارات إلى إشراك جميع فئات أفراد المجتمع في تصميم الخطة التنموية الشاملة لدولة الإمارات والتي تحدد ملامح الخمسين عاما القادمة لدولة الإمارات من عام 2021 إلى عام 2021 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر